أثبتت المملكة للعالم أجمع بأنها عكس تبنى الصورة الذهنية عليها حيث المملكة العربية السعودية الحقيقة لها رغبة كبيرة في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي هناك الحقيقة تحديات كبيرة في المملكة العربية السعودية بحكم جغرافيتها ومكانها الجغرافي كما نشاهد من ارتفاع درجات حرارة تواتر موجات طويلة من الجفاف قلة الأمطار أحيانا أيضا العواصف الغبارية والترابية زادت حدتها هذه التحديات حقيقة لو تركت سوف تتسبب في مشكلة اقتصادية كبيرة إعلان المملكة العربية السعودية لمبادرة السعودية الخضرة وقمة الشرق الأوسط الأخضر الحقيقة وهي من تقود الملف هذا في العالم الآن هي الرائدة عالميا في هذا المجال حيث هناك تنسيق دولي مشترك سواء على مستوى المنطقة إذا تحدثنا عن دول الخليج العربية الدول العربية أيضا الجهود الدولية المملكة تقود هذا الملف في التنسيق لمكافحة التغير المناخي والوصول إلى المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي المملكة العربية السعودية أيضا أعلنت عن عقد قمتين أو عن قمة سنوية للشرق الأوسط الأخضر كانت إحداها في العلا وكانت الآخرة في شرم الشيخ متوافقة مع الكب 27 وإن شاء الله ستكون هناك أيضا منتدى أو قمة في دبي في الكب 28 بإذن الله هذا يدول حقيقة عن رائعة المملكة العربية السعودية في هذا المجال